يتحرك مسؤول النادى الاهلي على قدم ساقف الترتيبات للمباراة الودي العالمية المقرر قامتها يوم 30 ديسمبر الجاري امام اتليتكو مدريد بملعب برجل عرب تحت الشعار السلام ضد الارهاب وذلك للتأكيد على الدور الوطن للمؤسسات الرياضية بدعم الدولة في مواجهة التحديات التي تعرق المسيرة الاصلاح والتقدم واتفق مجلس ادارة النادى الاهلي برئاسة محمود الخطيب مع تركي الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة العربية السعودية على قدم النادى الاسبان بكامل نجومه لهذه المواجهة المرتقبة وينتظر ان يخاطب مجلس بيوب والجهات الامنية بالاسكندرية في الايام القليلة والمقبلة لاقناعها بحضور اكبر عدد من الجماهير لهذه الاحتفالية الكبرى التي يخصص دخلها لصالح اسر الشهداء الذين راحوا ضحايا الارهاب الغادر ويستعد الاهلي لعقد مؤتمر صحفي خلال الايام المقبلة للكشف عن كل الترتيبات الخاصة بالمواجهة الودية خاصة ان الفريق الاسبان سيحضر يوم 29 ديسمبر مدينة برجل عرب بكامل نجومه وعلامة طائرة خاصة وفقة للاتفاق الذا جر بين ادارة الناديين على ان يلعب المباراة في اليوم التالي ثم العودة لبلاده مباشرة ويواجه لاعب واتليتكو رسالة حية ومحبة وتضامن للشعب المصير باللغة العربية عبل وسائل الاعلام المختلفة للتأكيد على وقوف الجميع يدا واحدة ضد الارهاب ويتضمن مهرجان مباراة الاهلي واتليتكو مدريد الودية فاصلة فقرات فنية وذلك بمشاركة كوكب من نجوم الفن وفي مقدمتهم محمد حماق ورابح سقر واحمد الهرمي ووليد الشامة بجانب العديد من الفقرات الرائعة التي تنتظر الجماهير الحمراء ووجه مجلس دارة الاهل الدعوة لست لعبين عرب للمشاركة مع الفريق الاحمر في مواجهة اتليتيكو وهم فهذا المولد نجم انتحاد جدة السعودة واحمد خليل لاعب الجزيرة الامارة وعمر عبد الرحمن عمور لاعب العين الامارة واسماعيل مطر نجم الوحدة الامارة وسيد دياء لاعب الدفاع البحرينة واسماعيل عبد اللطيف لاعب المحرق البحرينة